ريحة رمضان على مزعيك فهم يستوفي قراج هي عسلامة عسلامة وشكرا على الاستضافة أنت وزير سابق وأستاذ خاصة في الاقتصاد باش ميشي لحكومة تعرفشي باش ميشي لصندوق النقد الدولي نهار الاثنين ليس لعلم يعني اسمعنا أنه فهم برنامج ممكن تفسيلي قضية كلها هو أنه ليست من عادة صندوق النقد الدولي أنه يناقش برامج الحكومات في وشته ثم ليس من عادة صندوق النقد الدولي أو لما حتى مش صندوق النقد الدولي كل مؤسسات الدولية المقرضة ليس من عادتها أن تناقش البرامج على مستوى عالي بين الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي وفي وشته فما ترق التعامل مع المؤسسات الدولية وخصوصا مع صندوق النقد الدولي هو أن الحكومة ترسل في البداية مراسلة تطلب فيها أنه تعلن عن ما يسمى بيروكات نحن ترجمتها بالعربية طلب نحن نطلب من صندوق النقد الدولي تبقى نلي كذا كذا الحصول على الدخول في برنامج وتحدد البرنامج لأنه فما عديد من الطرق أنت مش تيخذ كريدي تيخذ كريدي لوجمان ولا تيخذ كريدي تيخذ تعمل ستاند باي كيما عملناه 13-15 اللي هو قصير المدى والمدة والكمية متاع الفلوس متاعه شوية وقت 1800 ولا بيش تعمل بروغرام طويل كيما الكستاندد كريدي اللي عملناه الاخراني 16-20 اللي هو فيه 3 مليارات واللي هو يتم 3 سنين وذلك فيه برشة إصلاحات وذلك ما فيه برشة إصلاحات وفهم قضايا مختلفة ولهذا أنت تنصر المراسلة جي عادة البعثة جي لتونس لكن نحن في وضوء بتاع كورونا ممكن تتغير الشي جي تجلس تطلبوا أوراق قبل يقع تحديث حول البرنامج حول ملامحوا يقع تحديث البرنامج نسميه على مدى ثلاث سنوات توريهم أنت كيفاش تحلل المشاكل المالية متاع البلاد يقع بروسس وتذكر أنت مليه أن يكون ديمها نعمل ما يسمى اتفاق خبراء نعمل أعلان اتفاق خبراء وأعلان اتلاق الخبراء هذاك هو بداية انتلاق البروسس في صندوق النقد الدولي لأنه وقته هما ما يعطيوك هما هون يبدو معك في واشنطن ولكن هما يبدو تفاوضوا مع الإدارة متاحهم وكل إدارة ومش تفاوضوا مع كريستالينا قبل ولا كريستين لاغار تعاوضوا مع الإدارة المسؤولين على الأقسام متاحهم وخصوصاً قسم متاع شمال إفريقي يعطيوهم أنه تنجم تعمل ستافليبر أغريمت فما مرة ما أعطوها لناش تحثوا تحثوا ومشيوا وقالوا ما عملوش اتفاق خبراء ليوم ما اتفاقناش على الإصلاحات اللي بيش تعملوا نفوها خذية هذية تدخل في بروسس انترم يدوم على الأقل شهرين ثلاثة اللي هو يسميه انترم بتاع البروغرام بروسس هذا يراو باليزي بار الكنسياد بتاع صندوق النقد سياسات فمديدكم يسميهم بوليسي سياسات يقولون كيفاش تتعامل مع البلدان في كذا كذا شنو تطلب منهم شنو المأصلاحات اللي يجب يكونوا بها شنو الأرقام حتى حتى اللي قطوا ندخلوا في الأشياء بعدين يمشي المجلس الإدارة اللي يعطيهونه قبل ثلاثة أسابيع باش يتعدى في مجلس الإدارة في مجلس الإدارة هناك تلقى الضغط نجم تعمل الضغط السياسي ولا غيره ولكن الضغط السياسي ما هوش كبير ياسر في وقت ذاك يعني هو إذا كانت عادل البرنامج المتاعك وقبلوه تقنيا يعني معاش فهم أشكال يعني معاش فهم أشكالية فهم أشكالية الضغط السياسي يمكن فقط هو لحل بعض الأشكالية السؤال هوني قبل طلبوا مننا إصلاحات 16-20 جملة إصلاحات أعطونا الفلوس وبعد قصوا علينا الفلوس وقفنا مزال مبلغ تقريب 1.5 مليار دينار ما كملنا ما كملناش خذيناهم لأنه أحنا ما قمناش بالإصلاحات المطلوبة وما كملناش في البرنامج ما كونش مستعدين ربما فسرنا الوضعي وله هو وقع تقييم نحن بدنا في تقييم في سنة 2019 إنه عارفين البرنامج انتهي في أفريل 2020 بدنا في تقييم برنامج لولاني متاع 13-15 وبرنامج الثاني متاع 16-20 على أساس أنه من الدروس المستخلصة من البرنامجين هذو ما نجمو نبنيه على البرنامج الثالث يكن منتظر أنه ينطلق من بداية أفريل أنه اليوم ماشين قلت قلت 2016 عملنا 2016-2020 عملنا التقييم نحن كنا بساعدة التقييم والبرنامج كم نشوفه بالتبيعته في أفريل 2021 المشكلة أنه هل حققنا حقق هدف جو فما تقييمات وقعت تقييمة ذي وقع وقعتها نشرف عن مستوى صندوق النقد الدولي أنه عملناها معهم في أفريل 2020 فما أشياء اللي وقع فيها نجاح ولكن فما أشياء اللي مقاش فيها نجاح خصوصاً اللي هي تهم المالية العمومية يعني حتى التقييم نقوله فيه أنه في بعض الأحيان نصل إلى سنوية استابيليزاسيون رقصه الانفلاسيون وقعت تحكم فيها المسائل المالية يتقع أنك تنقص في الديفيسيت ولكن في بعض في سنة أخرى بعض سنة تلقى أنك ترجع لي نفس المستوى لماذا؟ لأنه بعض الإصلاحات وهذا زل دروس اللي وقع استخلاصهم من العشرة دروس في التقييم درس لولاني هو أنه في تونس فما تقع التزامات من السلطة السياسية والسلطة الحكومة في حد ذاتها في الإصلاحات ولكنها تتخلى عليها في أثناء التطريق نظراً للضغوطات السياسية والاجتماعية هذه درس لولاني درس الثاني هو أنه الالتزام والابروبياسيون بتاع الإصلاحات هذه لنسها فقط من طرف الحكومة بل حتى من الأطراف الاجتماعية حتى من الأطراف حتى أنت تقول من أطراف المتواجدة حتى على النسطة والبرلمين ضروري لنجاح أي برنامج إصلاحات يعني نحن في الإشكاليات متاع الإصلاحات اللي هي تخص المالية العمومية اللي هي أساس تخص مسئلة الدعم وتخص مسئلة الأجور وتخص مسئلة أساسية العمومية ولا غيرهم يعني تلقى أنك أنت على الأوراق تكتبهم وتقتنع بهم الحكومية اللي ما نكتبش يعني الحكومية كلها تقتنع بالشي ولكنها على تتلاجع فيها مما يخلي أنك أنت البرنامج يكون أعج تكون عندك وهذا الوحدة الثالثة وأنك أنت تحط أهداف لتعرف أنه الحكومة فيما بعد غير قادرة على أنها تقوم بها ليس للنية التيح تلقى نية تحب يعمل ذلك ولكنه يقوم غير قادرة سياسية على القيام بالشيء وأنه دي ما نقولها في المسألة دي الناس وقت تجي الحكم يقوم بشتحكم بشتصلح سي فوزيت بلا أنت بلا أنت بلا أنت تجري ولكن وقت تتولي أنت تعمل الأشياء التي هي عكسية على مستوى الأسلحات وقت تقعد في الحكم تعمل في حاجات عكسية بالأسلحة بينما وقت تقول أنت تجي بلا أنت تقولي تقد ملاو حتى أن هذيك يمكن تخرجك من الحكم لكن تتواصل بشتقون بالعملية لأنك ترا فيها مصلحة متاع البلاد فمبرش عاجات من مصلحة البلاد ولكن نحن في تونس في حقيقة الأمر لدينا بوليتيك هنقول بشي ذي لأن عديت خزنوات كاملة ونعايط على حكية الإصلاحات الكبرى ونخرج ونتكلم مع ناش ليست سي سي يام بشي بشي بمقترحات ببرنامج أنت قلت أول مرة نشوف صندوق النقد الدولي ونه مرة تقلقي صندوق النقد الدولي نناقش ببرنامج حكومي أو في واشنطن نان نعن نناقش صندوق النقد الدولي في واشنطن برنامج حكومة ثم ليس للحكومة البرنامج المتطلبات تمتعو الهم نحن عنا حالياً نواية ليه متواجدة تلقاها في برنامج النهضة 350 نقطة تلقاها في برنامج حزب ترشنوه 150 نقطة كيف نواية 20 أو 30 نقطة اللي عند الحكومة كانوا يحبوا نقصوا في إسلاح الوظيفة العمومية إسلاح ولا غيروا تلقا الناس تعمل في 500 نقطة برنامج صندوق النقد الدولي يقضى لأهليات معروفة عند صندوق النقد الدولي واللي يتعاملنا معهم 5 سنوات هو أنك أنت يزم تحاضر صحيح عندك الإسلاحات يتحب تعملهم وذلك كنا قمنا به في 2016 بنا برنامج الوطن الإسلاحات الكبرى وجيتك الهنا وقدمته ثم تقدم ما يسمى عند الاقتصاديين برنامج جستابيليزازي وماكرو إيكوروميك أنت يزم تقولوا اليوم أنا أعطيك أنا أمثلة اليوم أسكه عندها الحكومة عندها المديونية86% وين تحب المديونية بعد ثلاث سنوات مش خلّها 100% تصلي إلى 100 بعد ثلاث سنوات كيف تصل إلى هذا المئة؟ لأنك لا تدخل في المئة لكنه يحبط لك إلى 80-79 وريني كيف هاي؟ أنت اللي عاجزة اليوم كانت 11% وكانت لنا حاجة توميل 13 لم يجبنهم كيف يجبنهم؟ خذنا من البنك المركزين 3 مليارات ونحن نفسهم السنة لنا 19 مليار ونحن نحاول فيهم حدود 9.1% عندما جمعتك بالبرنامج مع صندوق النقد الدولي وقت اللي أنت عندك 9% السنة لو نحكي على سنة 9% وعندك حاجات 19 يجبك تعطيه إجراءات مالية واقتصادية باش يعادي البرنامج منتعك في المجلس الإدارة اللي تقوله كيفاش من التسعة أنا أعتقد أنه يجب تهبطه للستة وهون أعتقد أنه يطلب السنة أنك تهبطه في ستة في الإجراءات قبل أن يهز القانون برنامج منتعك للمجلس كيف كيف؟ اللي هي نحن نوقف ستاند باي ثلاثة وخمستاش ووقفته وقته وصل نسبة ثلاثة وستة حبينا أن عملنا برنامج سواثة عشرين باش نوصلوه لاثناش في المية ما وصلوه ما وصلش طلع عام ناول واحد وصلت حاليا إلى سبعتاش فاصل ستة نقولك ثمنتاش ثمنتاش ما يمشيش برنامج إلى صندوق النقد الدولي في ثمنتاش في المية كلتا الأجور أنا نعرف الشيء ذي وهو ما يعرف الشيء ذي المساولات يعني قولك أعطيني برنامج انتها كيفيش مثلا من ثمنتاش أنا أتصوري الاربعتاش الهدف الاتي حسبت تقييم وريني كيفيش من ثمنتاش تهبت الاربعتاش كيفيش تهبت من ثمنتاش الاربعتاش ما كيزي بتعطيه سياسية في الركوريتمون وشو يطلب منك أنك توقف الركوريتمون يقولك وقف للزيادات في الأجور وقف للبروموسيون انت هذي نقشتهم هذي مبرمجتهم وشنو بيش تعمل في أفريلا وقف ترقيات وعطيني شنو بيش تعمل في سبتمبر شو بيش تعمل لعام جيل الآليات ذكركوا في عام 2018 عملنا ذي كالمغادرة التوعية المغادرة الاختيارية والتبارة والتبارة وغيرهم يجب أن تلقى الآليات لإحلالها المشكلة هذا هو ما يسمى البرنامج التفصيلي ليست النواية البرنامج التفصيلي هو برنامج ماكرويكورميك بواضح المعالم يعطيك قضايا ثلاثة اللي هي خص المالية لعمر الجلسات ربما يعنيها خبراء متع الاتحاد والحكومة مليتيكال كذلك قاعدين يحاولوا هي مثالها مثال وثيقة كرتاش كيف كيف يعني في الأخر شنو وثيقة كرتاش الأولى وثيقة كرتاش الثنين مكانش هدف منه صندوق النقد الدولي مكانش مواجهة هذه مواجهة إجراءات عامة ولكن ما البرنامج اللي يتحدث عنه لأنه عنده آليات وعنده فما الدكيمون عند صندوق النقد الدولي يقولك هاو البرنامج شنو يفيه هذا فيه نقاط هذه فقرة هذه والفقرة هذه والفقرة هذه وهو مطبق على كل البلدان هذا هو البرنامج اللي يحبه صندوق النقد هي لما تقول في الرسالة متاعها تقول برنامجكم التفصيلي ومناقشته مع الفريق التقني متاعنا هي تحكي على هذين نحكي عليه ويزمك تعمل المذكرة هذه متاع مذكرة السياسية المالية والاقتصادية اللي فاها حتى السياسية متاع البنك المركزي فيما يخص الجانب النقدي والجانب المالي التفاصيل هذه لا توجد عنا اليوم في تونس عنا نحن نواية وأنا أعتقد أنه فما خلط عند الحكومة بين البرنامج هذين وبين البرنامج التفصيلي ثم ليس من مهام كريستالينا أنها تناقش مع الوفد هذين برنامج الحكومة مشي طول البرنامج بنقش البرنامج هذا بنقش البرنامج هي هذي يطلب برشا وقت نحنا لم ننطلق فيه نقشة البرنامج هو الحكومة ستذهب وأنا متأكد مش هذين أنا تذهب إلى واشنطن سياسي والمجتمعات هذه يرى يتم بطريقة لبقة وديبلوماسية عسلامة عسلامة أنت تعطي شنو الأفكار متاعك والنواية متاعكم يعطيك النواية وهي لا تملك أن ترفضها لتونس يعانيتها ولا تقول عكس ذاك نحن عضوه ونملكه في صندوق النقد الدولي نمكن نملكه نملكه شوي ولهذا نحن هذا أنا اللي أعيبه عن الناس كل من عام منذ سنة أننا لم ننطلق في معداد برنامج مع صندوق النقد الدولي لأن الانتلاق يبدأ من أن أنت تحدد البرنامج في هاللي دي تايل نحكي فيهم إذا كان عملتش هذية أنت تدور حول العاجلة هاكاكا معناها دوران فارغ ومش كنت تقدم في المسلة هذية قعد تغسر في الوقت وهذا يروا يستوجب على كل عال حتى لو كان يجيوا وتقول ونعمل بروسيس الصحية يستوجب على الأقل ستشهر واضح هذية خرجنا من سنة 2020 شكراً 21 شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً